24 نيوز أهلا بكم قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين ناتنياهو أن أول طائرة إسرائيلية حلقت في سماء السودان السبت الماضي وأضاف ناتنياهو أنه يقوم بتطوير العلاقات مع دول أوروبية ومسلمة وأن هناك دولا عربية قليلة جدا ليس بينها وبين إسرائيل علاقات متينة أقوى أن ناتنياهو جاءت في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر قيادات اليهود الأمريكيين في القدس من جهاته قال رئيس حزب الأمة القوم السودانية الصادق المهدي أن التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليا ولن يزيل العقوبات المفروضة عليها وأضاف المهدي أن التعامل مع إسرائيل في ضوء سلام عادل وارد ولكن التعامل معها في ظل صفقة القرن مرفوض ويواجه السودان أزمات اقتصادية وعقوبات دولية دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات ما أصفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقودهم لانتخابات في البلاد ترجمة نانسي قنقر